اللعب في الدول المتاهز وكان بعضه برضه طب ده رؤية الأستاذ جلال عارف في تهنئته للأهل وإشادته بما تحقق من بطولات وطرحه لمبادرة بيعتقد فيها أنه وجود واحد زي كابت المحمود الخطيب بجماهيريته وشعبيته وبعلاقاته يقدر الأهل يسهم في دعم هذه الأندية والمهان سعدلي أضاف عليها فكرة أنه الأهل يمكن أن يرحب بداية مباريات في هذه المحافظات محافظات يوم حالة في قياتة حلالة المباراة بالضبط ويخصص الدخل بالكامل بس التحدي الكورية وغفر الوقت مش تيجي تقولي بتأجل تأجل إيه أنا مستعيد عنية للأندية والكورة المسؤولية والنهوط بيها هو أحد غيري يعني شيء المسؤولية دي صحية صحية طيب بيغرد خارج السرب بقى الكابتن خالد بيومي في الجمهورية وقال حاجة لازم جمهور الأهل يفتكرها لأنه لما بيت فترة فاكرين قبل ما الأهل يجيب مارسل كولر كان الإعلام علت طموحات قوي ورفع سقف التوقعات وبدأ يتكلم على مدربين عالميين كبار فلما جي مارسل كولر قالك لا الناس ساعتها يعني ترددت فكانت النتيجة اللي انتوا شايفينها فبيقول الأستاذ خالد بيومي عندما تم الإعلان عن تعيين كولر مديرا فنيا للأهل شعرت الجمهور بأنه لن يستطيع تكملة مشوار مسيماني بل قد يكون كالبرتغالي سوارش لأنه قادم من خلفية تدريبية غير مستقرة في سنواته الأخيرة بعد تجربة المنتخب النمساوي وأحست الجمهور أن إدارة الأهل لم تحسن الاختيار عطفا على الأسماء التي اضطرحت في هذا التوقيت لم يكن يعلم الجميع أن كولر جعان تدريب جعان كورة يحتاج أن يعود إلى منصة المدربين خاصة أنه بعيد بسبب الإصابة لسنوات لم يكن يعلم أحد أن كولر سيسيطر على قلوب الأهلوية بالأداء والنتائج والشخصية وتطوير الفريق لم يخطر على بال أحد أن كولر قادر على صناعة تاريخ جديد للأهل وأن تنسى الجماهير مسماني وأن يكتب اسمه بجانب الأسطورة منو الجزية وبيختم الأستاذ خالد بيومي يتبقى أمر وحيد أنه لم يأتي مدير فني لأي فريق في القارة حقق خمس ألقاب في عشرة أشهر إنجاز تاريخي هو مش خمس ألقاب هي كل القابة اللي نفس عليهم هم خمسة بس هم هم يعني باستثناء كاس العلم اللي عنديه يا أستاذ أريد كاس العلم اللي عنديه بص شوارب حت رصهم لك البطولات القرية المحلية والإقليمية نعم وليس فيه بطولات وليس في قلبه حلم كمان يعني فيه بطولات نتمنى أن نحن نعققها هي الكلمة اللي قالها أن تحقيق البطولات مسئولية أستاذ جلال عارف؟ أنا قلت لك أنا حاسس بإيه؟ الجمهير حاسس بسعادة المسئولين حاسسين بإيه؟ بقلق سعادة جداً لكن سعادة فيها قلق على اللي جاي على اللي جاي عايزين نكمل عايزين نكمل طب نعمل إلي عشان نكمل بس أنا حاخد من جملة خالد بايومي الأستاذ الصديق خالد بايومي العزيز كمان آه الكلمة أنه هو الناس هل يستطيع كولر اللي جاء بعد ترشحات مدربين عالميين وكان ينتظروا مدرب عالمي هنا بقى بنخش على إيه؟ إن كدت لما تيجي في صدقة لعيبة أو مدربين مترباش لا المعيير اللي بنحطها ما هيش المعيير النجحة أيوه فكرة إن أنا أجيب مدرب عالمي مش هي دي الضمان إنه ينجع عندي أيوه أنا ممكن أجيب مورين هو عندي وما أعرفش أعمل حاجة صحية وما كملش الموسم لا أقول له كمياته ولا كمياتنا تمشي زي مارتينيول الاسم العلاق مارتينيول مفيش قد ألسيفي داخل في تاريخ النادي بالزبط بالزبط إنما عمل إيه؟ الظروف ما حاكمت لأ أنشلوتي ما أنت أصل الثقافات لازم تتقارب وزي ما هو قال وإنت قلت أكد الجوع الناهم إلى تحقيق البطولات زي إن مارتين كولر هي شخصيته تنفع في النادي الآهل هو راجل مش بتاع مناهدا راجل قوي جدا و حاسم بهدو وهادي جدا وظريف ومريح فعايز حد كده إيه؟ دغري وشي معاه هو في النادي الآهلي النادي الآهلي داخل وشي معاه وسعيد به نرجو الراجل ده يستمر وأيزة لقدر الله حصل يوما ما كأي كابوة مش عايزين الناس تفقد الإيمانها بالتجربة بلتجربة موسيقى